من جانبه جدد رئيس الوزراء الصومالي حمزة عبد بري التأكيد على رفض انتهاك سيادة الصومال والتعدي على حرية الملاحة في البحر الأحمر وباب المندب معربان عن ترحيبه بتشكيل مجموعة العمل العربي على المستوى الوزري لدعم استقرار الصومال وعبر الرئيس الصومالي عن حرص بلاده على التخلص من الجماعات الإرهابية من خلال المصالحة الوطنية وإنجاز الدستور معولا على دعم ومساندة الأشقاء العرب لبلاده على المسار التنموي لقد حرصت حكومة الصومال على تكثيف جهودها لتحرير البلاد من الجماعات الإرهابية ونجحنا في استعادة مناطق واسعة كانت تصيدر عليها الجماعات الإرهابية وذلك بالتوازي مع جهودنا في استكمال الدستور وتحقيق المصالحة الوطنية وتقديم الخدمات الإنسانية ونؤكد في هذا الصدد عزم الصومال على مواصلة جهودها للتغلب على كافة التحديات الراهنة من خلال الدعم ومساندة الأشقاء العرب الذين نوجه لهم خالص الشكر والتقدير على وقوفهم المستمر على النطاق التنموي والإنساني والذي يساهم أو ساهم في تحقيق هذه الإنجازات كما تسعى الصومال لتطبيق برامج طموحة لتنمية الصومال وتعزيز الاستثمارات وخلق فرص جديدة لتحقيق تضلعات شعبنا ينبني على الإنجازات التي نجحنا في تحقيقها على الرغم من التحديات الراهنة اشتركوا في القناة